السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد هنعمل النهاردة جيك رائع جدا لمنشار الطاولة وهنبدأ بقى الاستخدام للجيك كده لو عندنا قطعة خشب مش مستوية تماما وعايزين نطلعها حرفة يكون مزبوط 100% هنجب قطعة خشب يكون حرفة عادل تماما ونزبطها من فوق كده ونلزقها بالضبط فيس وهنلزق قطعة الخشب دي على العلام اللي احنا عايزين نقص عليه او على المسافة اللي احنا عايزين نشوق الخشب عليه نقول لنا عنا نقرب قطعة الخشب من الدليل كده ونشوقها بالشكل ده وهيطلع معنا قطعة خشب بقى ما فيهاش اي كلام طريقة اسهل ما يمكن وجيك رائع جدا وكمان مش ده استخدام الجيك بس ده انت تقدر تعمل حاجات كتير جدا على الجيك ده وده تاني استخدام للجيك لو اني عايز اقص خشبة بميول كده او بشطف علشان استخدمها في رجول الترابيزات او الكراسي اقدر اعمل كل ده بكل سهولة على الجيك بتاعنا ده تابع الفيديو للنهاية علشان تستفاد بكل التفاصيل وهنبدأ نقص الخشب اللي هنحتاجه في الجيك بتاعنا ده هنحتاج قطعة خشب عرضها خمسة عشر سنتي وقطعة عرضها خمسة وعشرين سنتي انا زبطت الدليل على اربعين سنتي لاني كان عندي زيادة في اللي وهي كده عندي فقصيت منه القطعة الزيادة اللي عرضها ربعين سنتي ديت ودي كانت بطول اتنين وخمسين هنزبطها بعدين على طول خمسين سنتي وبعدين قربت الدليل بتاعنا كده الخمسة عشر سنتي وهبتدأ شؤ قطعة الخشب على خمسة عشر سنتي بالزبط بالشكل ده والدليل علشان نعمل الحرف ده او الشكل ده هنحتاج قطعة كمان بعرضة اتناشر سنتي فنقصها بالشكل ده وبعدين بقى نشيل الدليل بتاعنا ونجيب المنزلق بتاعنا بالشكل ده علشان نقدر نقص الخشب على طول خمسين سنتي ولو حابب تعرف ازاي عملنا المنشار ده وازاي عملنا المنزلق والفنس وازاي حاولنا المنشار من تسعة بوصة لاثناشر بوصة هسيب لك كل الفيديوهات بتاع المنشار ده في قيمة تشغيل تحت في الوصف كل اللي عليك هتضغط عليها هتنقلك تماما لقيمة التشغيل فيها كل الفيديوهات فقصينا بقى التلات قطعة لخمسين سنتي واقصيك كمان سويتين بتسعين درجة تماما علشان ناخدهم كدعامات للشك بتاعنا ودور التلات قطعة لترون خمسين سنتي وهنبتري بقى هنجمع الشكل بتاعنا ده القطعة الاثناشر في الخلف والقطعة الخمستاشر في الاسفل والدعمتين بالشكلة وده القطعة الخمسة والعشرين هتكون بالطريقة دي كده والجزء الامامي ده هيتحرك معنا الفوق بالطريقة دي كده علشان لما يحب احدد مسافة من السلاح للدليل اقدر احددها بكل سيولة طبعا على حسب تخانة الخشب اللي استخدمه فعايزين هنا نعمل ثقب كده بمقبض وهنعمل فتحة في القطعة الوراء علشان الجزء الامامي ده يتحرك معنا على القطعة اللي في الخلف دي فحددت اماكن السقوب كده طبعا السقوب هنركب فيها مصامير والمصامير اللي هازم نرى انها متحكست معانا في الفينس بتاع منشار الطاولة فعملت السقوب كده بمسافة آآ ستة ميلي تمام وبعدين هنخوش كده رأس المصمار يعني نثبته بالسوبر جلو وفي حاجة غريبة جدا اللي هستعر القناة ان معظم مشاهدين فيديوهاتنا حوالي ستين في المية منهم مش مشتركين في القناة فاتمنى تشترك معنا في القناة لو بتعجبك فيديوهاتنا علشان تسعيدنا ان نوصل للناس اكتر وتعمل لايك للفيديو ده لو عجبك ان شاء الله وكتب لي في التعليقات تحت لو انت مشترك جديد على الفيديو ده تمام كده ركبنا المصمير بتاعتنا بالشكل ده هنبتري بقى نحدد اماكن المصمير وضيف القطعة اللي في الخلف ليك علشان هنعمل فيها فتحة بالطول كده بحيس القطعة تتحرك معنا الفيديو بكل سوء فهنقل علام بالزاوية كده وبعدين نعمل السقوبين وبين السقوبين ده هنبتري نفتح فتحة بالروتر ببونطة ستة ميلي وهنعمل على كذا مرة بالروتر بالشكل ده والاتجاه التاني برضو هنعمل بنفس الطريقة وشوية سنفر بقى علشان لو فيه اي راج يتشار معنا تمام كده عملنا الفتحة بالطريقة دي كده بقى هنبتري نجمع الجيك بتاعنا ولكن اهم نقطة ان القطعة السفلية دي يكون الحرف بتاعها الامامي ده يعادل تماما علشان دي اللي من خلالها هنقدر نزبط اي قطعة خشب بنشقها على الجيك بتاعنا ده تمام كده بقى نبتري نجمع الجيك بتاعنا وطبعا القطعتين اللي اصناهم بزاوية تسعين دول يكونوا مزبوطين تماما فهنبتري بشوية غيرها كده وصوبر جلو ونتأكد ان الزاوية قايمة تماما ونسبتهم بالطريقة دي شوية مسرعة كده وبعدين نسبت القطعة الثانية برضه بنفس الطريقة ونبتري بقى نعمل سقوب وتخويش المصامير وهنربط مصامير خمسة سمتي بحيث الدرج بتاعنا يكون قوي جدا وكان في قطعتين كده زيادة قصتهم بالشكل ده وهنجيب بقى الجيك بتاعنا كده نجمعه على الفينس او الدريب بتاع منشارة الطاولة ولكن هنا محتاجين ان احنا نركب قطعتين في الخلف كده بحيث يشبط معنا في الفينس بتاع منشارة الطاولة وهنستخدمهم كامطة كده او كلام وهنركب فيهم مصمرين كده بمقبض بحيث نربط على الدريب بتاع منشارة الطاولة. علشان بتاعنا يثبت مكاني. فعمل سقبين كده ببنطة ستة ميلي وبعدين وسعت شوية ببنطة تمانية ميلي. وهنسبت سامولة شوكة بالطريقة ايلي يا. بنقطسين سوبر جلو. وهنا البتالي نسبت كتعة الكنتر اضيف المنتصف بالزفر. فحددت المسافة ولزقتها بالسوبر جلو. وبعدين ربطها بالمصامير بالشكل ده. وكده مش ناقص غير ان احنا نربط القطعتين دول فينا في المكان ده. فهنحدد المسافة انها تكون بعيدة عن المقبض علشان ما يعكس معنا. وبزاوية قايمة يبتل ياخد علام كده. وهلزقها بالسوبر جلو. وطبعا نتأكد ان الزفر بتاعتها قايمة تماما. ويعني بتريبها نجمع بمصامير خمسة سانتي بالتر ايديت. تمام كده جمعنا بالتر ايديت. نبتريبها نركب بتاعنا. وكان بركب مكانه في الفنس بتاع من شهر الطاولة. باحكام شريط جدا. وبعدين نربط بها المقبض بتاعنا الشمال ويمين. فكلا خلاص الدليل بتاعنا اصبح هو الفنس القطعة واحدة. وبعدين بنركب القطعة التانية ديت. طبعا الفتحتين اللي عملناهم دول وركبنا مصامير علشان نقدر نتحكم في الدليل بتاعنا على حسب قطعة الخشب اللي هنقصها على سلاح من شهر الطاولة. فنبتريبها نقرب الدليل بتاعنا كده على السلاح من شهر الطاولة. وننزل بالسلاح باردفاع معين. طبعا يناسب قطعة الخشب اللي هنستخدمها. فدي قطعة عرضها عادي اتنين وعشرين ميلي. فلو هنستخدم اكبر من كده هنرفع الدليل بتاعنا لفوق. وعلشان نستخدم ده بشكل صحيح هنجيب قطعة خشب مشتوية تماما. ونقرب على سلاح المنشار كده. وبعدين نخبط فيها بتاعنا كده. بحيس يكون سلاح المنشار بتاعنا بتزبط تماما على من بره بالشكل ده. طبعا كده السلاح داخل جوه نفسه. تمام كده زبطنا سلاح المنشار تماما. نبتري بقى انهزل بالدفاع مناسب لقطعة الخشب اللي هنستخدمها. ويكون في مسافة تلاتة اربعة ميلي بين قطعة الخشب. واسلاح المنشار علشان ما يعكس معنا في الدليل بتاعنا. وتعالوا نشوف بقى نستخدم بتاعنا ده ازاي. واهم استخدماته. لو عندنا قطعة خشب زي دي حرفها مش عادل. وعايزين نزم بطها تماما. ويكون الحرف بتاعه مستقيم ومناسب للشغل بتاعنا. فيقول اللي علينا ان احنا نجيب قطعة الخشب بطريق ديك. ونجيب اي استدابة خشب او قطعة خشب يكون الحرف بتاع عادل تماما. وبعدين هنلزقها بقطعتين من كده. طبعا هنحددنا العلام اللي احنا عايزين نقص الخشب عليه. وهنجد نلزق كم قطعة كده من ونلزق قطعة الخشب على العلام اللي احنا محتاجين نقص الخشب عليه بالطريقة دي. فلزقناها تماما كتيري بقى نشغل منشارات طاولة بتاعنا. ونزبق قطعة الخشب على الدليل بتاعنا تماما. وهي هيطلع علينا قصة ممتازة جدا. زي ما هنشوف مع بعض لده الوقت. طبعا استخدامات الدليل ده كتير جدا وتقدر بقى تعمل افكار كتير جدا على الدليل ده. طبعا زي ما شايفين كنا مع بعض. قصة نضيفة تماما. ما في اشياء كلام. اظن ما فيش اسهل من كده. ولو عندنا قطعة خشب زي دي محتاجين ان احنا نقص ريجلين تربيزة. او ريجلين كورس مثلا او ريجلين سفرة. فحددنا اثنين سنتي ونص من الاتجاه ده واثنين سنتي ونص من الاتجاه المعاكس لي. وهنا بتدي نلزق قطعة الخشب اللي هارفاي عادلة على العلان بتاعنا. من ناحيتين بالطريقة دي. وهنا بتدي برضو نشغل من شر الطاولة ونشق قطعة الخشب بالطريقة دي. ودول الفكرتين كانوا سهلين جدا ان احنا نستخدم على دليل ده. ولكن الدليل ده متعدد بالافكار جدا انه تقدر تبدأ عليه وتشتغل عليه بطرق كتير مختلفة. ده حتى انك تقدر تقص عليه اشكال سلاسية واشكال خماسية. طرامة حرف قطعة الخشب عدل تقدر بقى تكرر نفس القصات. طرامة لازق قطعة الخشب اللي فو دي على العلان اللي انت محدد. ملاحبين نشوف افكار تانية اللي منشار الطاولة بالدليل ده. اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله نزل لكم فيديو عن اهم استخدامة الدليل ده. طبعا قطعتين الخشب اللي طلعوا معنا طلعوا على العلان بالزبط. وقصة نظيفة جدا. طبعا لو نستخدمهم كرجلين كورسي او ترويزة بنقطاهم بزوى خمسة واربعين من الاجناب كده علشان نقدر نجمعهم. وبكده يكونوا صنع نهاية الفيديو ده. اتمنى ربكم الفيديو عجبكم. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو. وتشارك معنا في القناة لو مش مشترك علشان نقص على كل جديد. ان شاء الله شوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.